اجرى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبيل محمد المنيفي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس السيسي تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وحصول حكومة دبيب على ثقة مجلس النواب وأكد رئيس السيسي ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والابقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار من جانبه أعرب محمد المنيفي عن تقديره لتهنئة رئيس السيسي والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومة وشعبا كما أكد المنيفي حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أعرب عن خالص التهنئة لرئيس الحكومة الليبية لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبية والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية وأكد رئيس السيسي الثقة في قدرة دبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل كما أكد رئيس السيسي على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة دبيبة والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي فضلا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق من جانبه تقدم رئيس الحكومة الليبية بالشكر والامتنان لرئيس السيسي على تهنئة سيادته معربا عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية ومؤكدا على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدما بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 369 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146803 حالات كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 641 حالة إيجابية جديدة و42 حالة وفا قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لوكلة رويترز إن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف فبراير كان بعضها مع بعثة بيونجانج في الأمم المتحدة وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير مضيفا أنهم لم يتلقوا أي رد من بيونجانج وقال المسؤول إن البلدين لم ينخرطا في حوار فعال خلال أكثر من عام شملت نهاية إدارة ترامب وذلك رغم محاولات عديدة من الولايات المتحدة خلال تلك الفترة قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقايا منها إن السلطات الصحية وزعت أكثر من 135 مليون جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أنحاء البلاد مضيفة أنها أعطت منها أكثر من 105 ملايين و700 ألف جرعة حتى أمس السبت وأوضحت المراكز أن الجرعة الموزعة شملت رقاحات فايزر بايونتك ومودرنا وجونسنان جونسن تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة هبوب عاصفة ثلجية ربعية قوية خلال الأيام المقبلة على جبال الراكي والسهول العظمى الوسطى ووجهت الهيئة تحذيرات من هبوب عاصفة ثلجية على مناطق بولاية وايومينج وغرب ولاية نبراسكا حيث يمكن أن يؤدي تراكم الثلوج والرياح العاتية إلى أوضاع خطيرة ونبهت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق بضرورة حمل إمدادات طوارئ ومصابيح كهربائية وحذرت من أن العاصفة قد تتسبب في أضرار جسيمة بالأشجار وخطوط الكهرباء نهاية موجزة تساع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل